لقاء الأحبات سحر حلال ونبع مصفى وورد زلال به قال حبي به الله قال به القلب يحيى بعذب المقال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وأصلي وأسلم على البشير النذير والشافع المشفع والصادق المصدوق صاحب الحوض البورود والسبيل المقصود وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة المشاهدون الأكارم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم في برنامجنا اليومي لقاء الأحبة في هذا اللقاء المبارك نناقش مع ثلة من المشائخ الفضلاء موضوع من أهم المواضيع نتحدث فيه عن مصابيح الدجاء عن أهل العلم عن من أكرمهم الله ورفع من شأنهم وأعلى من مقامهم وشهد لهم وكفى بما شهد الحق شهادة قبل أن نبدأ في هذا اللقاء المبارك نحب أن نسمع إلى الشاب المبارك عالم محمد صلاح يتلو علينا من آيات الله عز وجل ما تيسر فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله صدق الله العظيم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا وأشكر الله لك ونفع بك أي الإخوة المشاهدون الأكارم ما أعذب وما أرق هذه الآيات الكريمة الذي انطلقت من وحي الله جل في علا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا تأملنا في آيات القرآن الكريم وما أخبر الله عز وجل به عن أهل العلم سنجد أن الله عز وجل ما ذكر مقاما أرفع من مقامي العلماء وهو الذي اختص هذا لنفسه جل في علا قال الله نرفع درجات من نشاء قال زيد بن أسلم رحمه الله تعالى بالعلم يعني ما رفع هؤلاء وما نالوا هذه المرتبة وما تبوأوا هذا المقام إلا بأمر واحد وهو العلم بل يكفي يا أيها الإخوة الكرام أن الله شهد لأهل العلم بما شهد به في القرآن الكريم قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد فشهد الله للعلماء قيامهم بالقصد وأي مقام وأي منزل أرفع من هذا المقام بل ورد في سنة المطهرة ما يبين ذلك ففي سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن العالم ليستغفر له حتى الحيتان في البحر وفضل العالم على العابد كفضل على أدنىكم كفضل النبي ومقام النبي على أدنىكم يعني على أدنى الناس فأي مقام تبوأ هؤلاء فأهل العلم يا أيها الكرام أكرمهم الله وشرفهم ورفع من شأنهم لأنهم حملت العلم ولأنهم الأمناء على الشريعة ولأنهم هم من يوقعوا عن الله رب العالمين فلذا حازوا هذا المقام العظيم وإذا تأملنا في حياة الصحابة الكرام والمقصود بالتوقيع عن رب العالمين الفتية كي لا يظن نعم وإذا تأملنا في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أنهم ما كانوا يقدمون أحدا إلا لعلمه عمر رضي الله عنه كما في البخاري يدخل من؟ ابن عباس وهو شاب على صغار سنة على صغار سنة يدخلوا على الشيخ بدر فلما اعترض أو سمع من يعني يتحدث سألهم يوما عن صورة النصر واستمع إلى إجاباتهم ثم قال ما تقول يا ابن عباس قال هذا أجل النبي أنبأه الله به فعلم القوم أنه ما أدخله إلا لأنه نال من العلم بل ورأينا من صغار الصحابة وكبارهم من نال من العلم الأشياء الوفير كزيد بن ثابت وعلي رضي الله تعالى عنهم وغيرهم الكثير وذلك شوف يا شيخ عبد المنان هذه المكانة التي قلت هي فعلة أعطاها الله سبحانه وتعالى للعلماء وعلى قدر المكانة تكون المسؤولية فمسؤولية العلماء كما أن مكانتهم عند الله تبارك وتعالى عالية رفعة مقام وشهد الله لهم وسيكون إمام العلماء يوم القيامة معاذ بن جبال نعم ويتقدم على الناس برطوة يعني متقدم عليهم تكون عليهم المسؤولية مسؤولية العلماء إصلاح الأمة مسؤولية العلماء هي وراثة الأنبياء مسؤولية العلماء لماذا يستغفر لهم الحيتام في البحر لأن بإصلاح الحياة الحيتام تطمئن في داخل البحر في لماذا تستغفر الطير تستغفر لهم وتصلي الملائكة تصلي عليهم لأنهم تضع أجنحتها لماذا لماذا رضا بما يصنع بمعنى أن قول العالم وعمل العالم هو بما يصرح الحياة وإذا تعطل العالم العالم لا يعني حفو نصوص النصوص محفوظة قالها السابقون وقالوها وهم عاملون بها أما نحن يا إخوة نحن لسنا في مقام العلم وإنما في مقام الدعوة التي قد يكون أخواني في مقام العلم أما أنا لا أعتبر نفسي في هذا المقام وإنما نقول العلماء الذين يحتقروا الإنسان أن يجد نفسه أمامهم إلا شيئا صغيرا وهم لا يقومون بواجبهم ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم من لم يقوم بواجبه لم يذم أحد أحدا كما ذم العالم الذي لم يقوم بواجبه كما قال الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه إلاه أو تتركه إلاه لما انسلخ بآية الله وقد رفعه الله بها والذي حفظ التوراة ولم يعمل بها قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضح لنا هذا من أجل أن يقوم العلماء وقال سيد الشهداء حمزة وإن كان الحديث في سنده ضعف قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فنهاه فقتله اليوم يا إخوة الناس ينتظرون من العلماء قول كلمة الحق اليوم كم من أناس مظلومون كم من أناس مظلومين في بلاد الإسلام ألا يقوم العالم ويقول كلمة الحق الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول أن نقول بالقسط وأن نقوم بالقسط والعلماء هم من سيقومنا بالقسط وإذا لم يكن كذلك فإن الأمة في وبال وإن الحياة في وبال سيدك الله دائما دائما لاحظون تلعى مستوى الساحة أنه لا يستهدف دائما بين كل الفترة وأخرى إلا الدعاء والعلماء تركوا أهل الأهل الفساد والخناء والبلاء والمصائب ذا كلها ولا يستهدف إلا شريحة من الناس فقط هم الدعاء والعلماء الخوض بهم الاستنقاص من قدرهم التطاول عليهم بل أحيانا يعني زالت وفلت وسائل التواصل الإجتماعي وكل يعني يكون خلف الشاشة يكتب ما يريد خلف الشاشة ظنا منه أن أحدا لن يرى ثم يبدأ يقدح بالعالم الذي أفنى حياته وجهده ووقته وماله في خدمة دينه وبلده وقدم للناس الكثير فكم من الدعاء والعلماء اليوم الذين يعني يخوض الناس في عراضهم ويتطاول عليهم ويستنقص من قدرهم والله ما كان هذا إلا لأمر الاثنين الحسد وهذا أكبر داء ومصيب يتكلمنا عليه في الحلقات السابقة والأمر الثاني أنهم حينما يرون في مكان مرمو الأعظم من هذا كلها إسقاط القدوات يريدون أن يكون قدوات للناس فيتقدون أن يكون قدوات أخرى لما يقول أن أبي قال واتر رجل التافه يعني يتولى أمر تكلموا في أمر الناس ليش رجل التافه تصدر المشاهد فيها سياسيا ثقافيا اجتماعيا علاميا رياضيا تصدر لهذا من؟ التافهون يأتي مثلا أحيانا كثيرا من الأمراض والأوباس ليتطاول على الأئمة الأعلى يتطاول على العلماء واحد من أطراف الدنيا عالم أنا أسمع له وأنا تأثرت به في زمان يعني يأتي واحد في زمان اليوم في عام 20 23 عام 24 ليحد ثنتين لسان قلمه ويتطاول عليه ويسبه ويشتم ويقدح فيه وكنت أظن وأعتقد وأن هذا ليس من علم هؤلاء ويبدأ يقول فيه ما لم يقول أحد تروح أنت في أي بلد من بلدنا الدنيا العلماء يقدرون العلماء يحترمون العلماء يجلوهم ويعزوهم ويحترموهم إلا في بلاد العرب والمسلمين طوع في بلاد العرب والمسلمين ليتطاولوا عليه بشتى بل يتقولوا عليه وبعضهم والله أنا لا أريد أن أسمي والله أن بعضهم أنه ظلم كان الإمام الشوكان يشتكي من هذه كثيرا بعضهم والله أنه ظلم وتطاولوا عليه الناس وسبوه وشتموه وآدوه مع أنه لم يؤذي أحدا ولم يسب أحدا ولم يكفر أحدا ولم يفسق أحدا بل حمل لهذا البلد ولغيرها من بلاد العرب والباسمين حبا واحتراما وقدرا وعلما لكن لأسف نحن أم لا تقدر دعاة يا شيخ واصل لأنهم مراتة الأنبياء وإيش اللي حصل وإيش اللي حصل للأنبياء الأنبياء لابد لكم أبينا أقول لك دكتور لابد لكل إن عدوة الأنبياء أصلا عدوة الأنبياء وتطاول عليهم محمد لم يأتي بشيء من عنده محمد مبلغ عن رب أصلا التطاول على رسول الله تطاول على من أرسله وتطاول على الدعاة والعلماء تطاول على ابن عبد الله فوالله لو عملت له قدرا لرسول الله لقدرت من حمل العلم أصلا لم يأتي واحد مثل يطاول عليك ويسباك ويشتباك وقال لك يمطوع أنا لو كان لجهتي أنا أنا ما ترك سلحتي أنا من تلقى نفسي يعني أشتيا بها لأن الذي أمرني بها ابن عبد الله أولا ثانيا لأنها نبتت في أعظم وأطهر وجب الحياة فهو الذي قال لي خلاص عفوق نهص أبشر علاته لكن لماذا يتضيق الكثير مننا صحيحنا يريدك يعني يشتي سبك ويشتمك ويطاول عليك لا تدافع عن نفسك ولو تدافعت قالوا الله مستعانوا مطوع يعني مطوع يعني مطوع يتكلموا لا مطوع يضارب لا أناك تفلت له فعل دي براسة يعني عادي ينضربك لله لكن يضرب عن نفسك أول مرة شو ما يعني مطوع يضارب لا ما يمكنك يضارب والله يعني أضاي جدي أضاي ينلقي رقبته وانتزي بري على سريف قلت لك أنه خاشع عام صحيح يعني يعني فعله ما تيسر بالطرف الوقت جزاكم الله خيرا الحقيقة أنكم أثرتم موضوع شيخ تتكلم عن مكانة العلماء وما بوأهم الله عز وجل في هذا المبوأ وعن واجب العلماء شيخ واصل شكاء وكان الإمام الشوكاني من قبلها تتكلم العلماء لمن يقول وهذا حال أهل اليمن مع علمائهم بعضهم يقول لهلا فقي وهذا كذا لكن أنا أريد أن أنتقل إلى محور آخر هذه المكانة قد بوأهم الله عز وجل إياه وهذا الواجب قد حملهم الله عز وجل به أنا أريد ما الذي مثلما أن الله تبارك وتعالى يغار على العلماء ويدافع عنهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستازعون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عندما تكلموا عن العلماء وعن القرى لكن ما الذي ينبغي على العلماء أيضا أن يفعلوا ما الذي ينبغي على أن يتسلحوا به الأمر الأول أنا سأركز على أمرين سريعين الأمر الأول ينبغي على العالم هذا لما يقول له مكانته العلم وكذا أن ينزل قليلا ملء السنابل تنحني بتواضع والفارقات الرؤوسهن شوامخه لا يقال خلاص أن هذا عالم هذا يعني هو يرى نفسه أنه كبير ننتبه كان يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك تلميذ الفقهاء السبعة في المدينة قالوا إذا كلا من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سليمان خارجه هذا تلميذ الفقهاء السبعة في المدينة حملوا إليه من كتبه فأنكر أن تكون هذه من كتبه ينكرون ذواتهم حتى يستعرضها أقول لها فوجد أنها من كتبه مما أملأه فأكره فهيقول أنا عملت أنا ويرى نفسه أنه فوق الناس جميعا لابد على العلم أن ينتبه لهذا لأن العلم يا أخواني قد يطغي ويذهب بصاحبه يعني من الكبر والرياء يا ذنب الله الأمر الثاني وهو من الأهمية بمكان ينبغي على العالم أن يكون قدوة للآخرين نحن اليوم يا إخواني مشكلتنا كلكم أصحاب منابر متى نسمع لأنفسنا وعظ من يذكرنا بالله عز وجل نحن نعيض الناس لكن متى نسمع نحن بل ربما لأننا تعودنا على المنابر وأن نلقي الكلام للناس كأنه نحن لسنا معنيين وفي هذا قصة عجيبة ذهب مجموعة من الدعاة المشهورين اليوم إلى الشيخ محمد متولى الشعراوي رحمة الله عليه فقال يذكر هذا قال قلنا له يا شيخ نريد أن تنصحنا نصيح الدعاة قال فضننت أنه سيتكلم كلام طويل فقال ثلاث جمل قال ليحذر الداعي أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو انظر ليحذر الداعي أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو لا تقول للناس كذا وأن تعمل كذا لابد أن تكون أنت الأول رسول الله كان يقوم الليل لأنه السلاح لا بطريق الدعوة يا أيها المزمل قوموا الليل إلا قال لي لا إلى أن يقول الناس سنلقي عليك كولا ثقيلة هذا السلاحك أنت فنحن بحاجة يا إخواني إلى سلاح في الخلاوات لكي يضع الله عز وجل الكبول لكلامنا كما كان طاوس بن كيسان اليماني رحمة الله عليه إذا أراد أن يعضي مرق وجه ثلاث مرات يقول اللهم افتح لي قلوب عباده رزاق الله خيري أشمال شيخ واصل حفظك الله هل يوم من الأيام سنجدك ده تدخل المشتشفى وتأخذ قميص الطبيب وتدخل تعمل عملية لا يمكن أنه ليس تخاطصي لا إله إلا الله نحن نجد يا إخواني الكرام اليوم من التطاول على العلماء وعلى العلم وعلى الشرع أن يدب في هذا المكان من هبه ودب أن يدخل هذا المضمار كل إنسان يعني فنجد هذه آفة عظيمة يعني الناس يحترمون كل التخصصات لا تجد واحد من الناس أنت أخي المشاهد هل يمكن أن تلبس لبس الطبيب وتدخل تقول أنا شي اليوم أعمل عملية ما أعمله إلا أنا أو تعمله حتى اللي ربما لابنك لما تدخل له عند الطبيب تقول له بس أنا بأعمله العملية لا يمكن هذا ولا كذلك حتى النقار ما يقش واحد ثاني يقفز زمهنات النقارة ويشتيق من النقارة وكذا وإلا مهندس يقوم يعمل فالناس يعني تحترم التخصصات إلا تخصص لا يمكن أن يحلق إنسان رأسه عند أي واحد إلا عند الحلاق ويدفع فلوس لا عند العلم أصبح الناس كلهم في هذا الزمن مفتين لا يقوز لا يقوز ولهذا يعني من آفات اللسان أو محرمات اللسان أن تقول على الله بغير علم ولا تقولوا لما تصف أسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون يعني ما فيش فلاح لإنسان يتكلم اليوم يا أخواني الكرام ما نحن نقرأ بوسائل التواصل الاجتماعي يجي واحد اكتب كذا رسالة ويقول أمانة انشرها لمئة وستقيد وكذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال وينسوا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحديث وأنت لست أهلا بهذا المقال ولا انشر لك نقطة يلا قد سكتنا لها لكن تأتي وتنشر على النبي عليه الصلاة والسلام وانت تعرف أنه يعني ربما يكون كاذب هذا الحديث ربما لا يصح ربما كذا ولست من أهل هذا المقال فآفتنا اليوم الآفة العظيمة أننا نجد الناس كلها تتكلم في العلم وتدخل في ميدان العلم وتفتي ولا تحترم موقع العلماء بل مقرد ما أنت تحصل خلاف في الشارع أو لكذا يقفز واحد ويقول لا هذا يقوز والثاني يقول هذا لا يقوز بدونش علم فأراها آفة أعود الحديث إليك بعض الناس اليوم يعني لما يتنقشوا بعض الناس مع آخر يقول يا أخي وانتو لشاء النقاش والكلام في الشريعة هو حكر عليكم جرب جرب خلي جرب طيب هذا ما درس قال يا أخي جرب شوفه جرب هل يمكن أن تقبل أنه واحد يجيه يتجرب فيك مخلا طبيب أو شيء صحيح هل يمكن أن تقبل لأنك خايف على نفسك لماذا الدين لا تخاف على دينك لماذا لا تخاف على دينك صحيح هذا الكلام الأمر الثاني من التطاول أنه الإنسان يشتي النصوص الوحي تناسب عقله إذا ما ناسبتش عقله مجتمع ما ركبش هذا على مجتمع أيوة مثلا يجيك واحد وقول لك والله كيف حديث يعني تفجرة الماء من أصابع النبي والله يعني كيف هذه ما دخلش عقلي يعني إيش النبي رقعد تيده يعني حنفية حنفية ماء يعني وهي معجزة إيش معنى المعجزة أن تكون أن تكون خارقة للعادة فيقي يقول لك والله هذه ما دخلش عقلي إذن إيش عقله وكذلك لن يدخل عقلي إن النبي يسريب في ليلة وحدة وحتى هذه وحتى هذه قلق يعني ما فيش وليهذا كثير يعني ينكرون هذا مثلما نكر هؤلاء كالذين نكروا في مكة نقيد اليوم من يأتي وقول لك يا أخي برضو ما تركبش بالعقل لا طائرة طار ولا كذا وكيف عمل وكيف سوى وكلمون بالمنطق والحقة والعقل والواقع وكذا فهذه الفلسفة على الشرع وعلى الدين يعني تنبئك أن الجهل الذي يتوسع في المجتمعات وتقصير العلماء والذي أدخلنا في هذا جراء غيرهم عليهم وكذلك ينبئك أن القوانين يعني اليوم في قانون الصحافة قانون النشر قانون كذا يقرم الذي يعمل الاعتداء في هذه إلا قانون العلماء والكذا ما فيش قانون للعلم يقرم الذي يفتي بغير علمك لا أن تنزل الله السلام والعافية شكر الله لكم من شيخنا الكرام على هذه الكلمات المباركة النافعة ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علماء الأمة وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المقربين وأن يغفر لنا أجمعين وللسامعين إلى لقاء آخر يتجدد بكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء الأحبات سحر حلال ولبع مصفى وبرد سلال به قال أحبي به الله قال به القلب يحيا بعذب المقال لقاء الأحبة اشتركوا في القناة